العمليات في جبالية تأخذ زخما كبيرا اليوم مع تكثيف الجيش الإسرائيلي من ضغطه العسكري على المنطقة الواقعة في شمال قطاع غزة وسط مواجهات عنيفة مع مقاتل حماس والفصائل أيضا أخرى وفي ظل قصف مكثف أسفر عن سقوط قتلى وجرح عقب استهداف مربع سكني بالكامل بالقرب المستشفى كمان عدوان وأفادت مصادر فلسطينية بمقتل 15 شخصا وجرح 30 آخرين في قصف إسرائيلي أسفر عن تدمير مجمعات قتلية ومنشآت لإنتاج الأسلحة حسب بيان للجيش الإسرائيلي وفي جنوب القطاع يستمر القصف الإسرائيلي على شرق ووسط مدينة رفح ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحة فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل رئيس الخدمة اللوجستية في حركة الجهاد في لواء رفح وأيضا المسؤول عن إعداد خطط العمليات ضد القوات الإسرائيلية وفي التطورات والسجال الداخلي الإسرائيلي قبل قليل ورد عن دعوة رئيس المعارضة الإسرائيلية هي إيرلابيد بني جانس للاستقالة من مجلس الحربي ومن ذلك من مواصفها بأنها أسوأ حكومة على صعيد التاريخ دعونا نتحول إلى محرر شؤون الإسرائيلية في سكاينيوز عربية نضال كان يعني ينضم إلينا من القدس وبالتالي هذا يحملنا على أساس أن المجلس الحربي نضال بات أقرب للحل مع هذه الدعوات ومع هذه الضغوط خاصة في الانتقادات لبني جانس وإيزن كوت بشأن الجدوى من المشاركة في هكذا مجلس دعنا نتعرف على التفاصيل نعم بالفعل إيمان يعني جانس يتعرض للكثير من الضغوط من المعارضة الإسرائيلية من التظاهرات في الشارع الإسرائيلي تطالبه بالاستقالة من حكومة نتنياهو أو على الأقل التأثير على هذه الحكومة باتجاه صفقة مع حركة حماس تعيد المحتجزين الإسرائيليين إلى إسرائيل جانس من جهة يقضع لهذه الضغوط ومن جهة أخرى يشعر بأنه لا يستطيع التأثير على القرار داخل المجلس الحربي الإسرائيلي القرارات داخل المجلس الحربي لا تتم بالتصويت عادة إنما تتم في أغلب الأحيان بالتوافق وفي هذا الجو من التوافق نتنياهو كل الوقت لديه فيتو على أي قرار حتى القرارات التي تتخذ داخل المجلس الحربي فيما يتعلق في المفاوضات كان نتنياهو يعود ويغير هذه القرارات حتى بعد انتهاء الاجتماع كان يتصل بالوفد الإسرائيلي المفاوض ويقوم بوضع شروط جديدة وهكذا وجد جانس نفسه من جهة لا يستطيع التأثير على قرارات الحكومة الإسرائيلية أو قرارات المجلس الحربي الإسرائيلي ومن جهة أخرى يخسر سياسيا بسبب أن المعارضة في إسرائيل أو أن مصوطي جانس المحتملين يرون بأنه شريك في هذه الحكومة لا يؤثر عليها وبالتالي يطالبونها وبالاستقالة جانس الخاسر من الجهتين لا يملك الكثير من الخيارات ربما سيضطر لاحقا عاجلا أم آجلا إلى الاستقالة من هذه الحكومة ولكن ما الذي يعنيه هذا بالنسبة لنتنياهو والغطاء السياسي ليقدم له مجلس الحرب هذا يعني إمان إذا أردت أن أصف لك دور جانس الآن داخل الحكومة الإسرائيلية أو ماذا يعنيه جانس بالنسبة لنتنياهو يمكن أن نلخص أن جانس يساوي 9-7-2 المقدمة الدولية للاتصال مع إسرائيل بدونها لن يتصل أحد من المجتمع الدولي بإسرائيل أو بنتنياهو هذا هو جانس جانس هو يعطي الغطاء الدولي لنتنياهو بسبب وجود جانس في الحكومة ما زال المجتمع الدولي يتعامل مع هذه الحكومة ما زال المجتمع الدولي يرى ربما بصيص تعقل داخل الحكومة الإسرائيلية بدون جانس سيتعامل المجتمع الدولي مع هذه الحكومة على أنها بنكفير حكومة من المجانين حكومة من المتطرفين من فتيان التلال يديرون دولة إسرائيل ويخوضون حربا في قطاع غزة لا أحد في المجتمع الدولي يريدها صحيح أن جانس مثلا هجم من قبل نتنياهو بسبب زيارة جانس للولايات المتحدة لكن نتنياهو يعي جيدا بأنه دون جانس لا يوجد له حلقة وصل طبيعية مع الإدارة الأمريكية ولا مع العالم وإذا فقد جانس سيفقد الصلة مع العالم ربما نتنياهو سيحتاج مثل هذا الانفصال عن العالم في وقت ما سيحتاج نتنياهو أن يرغم على إنهاء هذه الحرب في قطاع غزة من قبل المجتمع الدولي هذه هي حجة نتنياهو لإنهاء الحرب في الوقت المناسب أنه أرغم على ذلك ومن أجل أن يرغم على ذلك عليها أن يتخلص من جانس في فترة ما لكن جانس يريد أن يقطع الطريق ربما ويستقيل قبل ذلك هذا لن يحدث اليوم اليوم ربما جانس سيضع شرطا لنتنياهو سيصعب الأمور على نتنياهو لكن الاستقالة ما زالت مبكرة نعم خاصة أنه مستشار الأمن القومي الأمريكي أيضا يعني قادم إلى إسرائيل وهذا ربما يزيد من الإرباك بالنسبة لنتنياهو سنعود لهذا الموضوع لاحقا لكن شكرا جزيلا لك نضال كنعنى محرر الشؤون الإسرائيلية في سكانيوز عربية من القدس على هذه المتابعة ونعود أيضا مشاهدين للتطورات الميدانية وينضم إلينا في هذه الأثناء من رفح جنوب غزة مرسلنا محمود عليان محمود كنا نتابع ربما قبل التوقف مع هذا التطور فيما يتعلق بمجلس الحربي الإسرائيلي عن تصعيد الإسرائيلي على صعيد غزة وخاصة على صعيد محوري جباليا شمالا ورفح جنوبا بالتالي ماذا في أبرز المتابعات إما أن ما يحصل في جباليا لكن قبل ذلك أشير فقط إلى وصول عدد من الإصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى وعدد من الضحايا أيضا يتم تشيعهم يبدو أن هناك غارة قريبة سمعنا سيارات الإسعاف قبل الخروج بهذه الرسالة بلحظات قليلة تخرج متوجهة إلى أحد الأماكن غالبا في منطقة النصيرات حيث أصوات الانفجارات كانت في تلك المنطقة عموما المحافظة الوسطى قبل أن ننطلق للحديث عن جباليا كانت فيها أكثر من غارة خمسة من الفلسطينيين قتلوا في منطقة النصيرات والذبابات الإسرائيلية تقدمت قليلا في محور نيت ساريم نحو بلدة المغراقة وأطلقت عدد من القدائف فيما يتعلق بجباليا ما يحصل هناك إيمان شيء من التطور الدراماتيكي الذي يخالف ما قاله الجيش الإسرائيلي عندما انتهى من المناورة البرية في شمال قطاع غزة وقال أنه ينتقل إلى المرحلة الثانية المبنية على التعامل الميداني وفق معلومات استخباراتية ما يحصل هناك بأن حماس الجهاد الإسلامي تطلق صواريخ نحو عسقلان قبل ساعة من الآن وتطلق صواريخ مضادة للطائرات نحو مروحيات الجيش ويسقو الستة من المقاتلين الإسرائيليين التابعين للجيش الإسرائيلي وبالتالي العملية هناك الآن معقدة بالنسبة للجيش الذي لا يستطيع فرض سيطرة كامل على مخيم جباليا رغم أنه وصل إلى مراكز حساسة في داخل المخيم لكن هذا يجيء بناء على تكثيف الغارات الإسرائيلية على أكبر مخيمة اللاجئين في قطاع غزة هناك أعداد كبيرة من الضحايا نتيجة هذه الغارات خمسة عشر منهم في أحد مراكز الإيواء وهناك استهداف لمربع السكني وكذلك بالنسبة لرفح أيضا ما زالت الدبابات تحاول أن تشق طريقها باتجاه بواب الصلاح الدين على المحور الجنوبي لتلتف منه إلى مركز مدينة رفح إيمان وهناك أيضا أربعة قتل هذا اليوم في رفح نعم شكرا جزيلا لك إذن محمود عليان مرسلنا من رفح على هذه المتابعة